خبر مهم جداً كمان مهم أقوله في التوقيت الحالي لأنه متعلق بقى بمفاجأة طيبة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وفي كل محافظات مصر وفد الأهلي وشركة استادات هتكون موجودة في الأقصر لتفعيل عقد الوحدة الاقتصادية خلال الفترات الأخيرة كان فيه ناس كتير جداً بتسأل على فكرة وحدة الأهلي الاقتصادية والمشاريع اللي موجودة بالنسبة للفترة القادمة مع النادي الأهلي بخصوص شركة استادات وفد من النادي الأهلي يتكون وبيضم كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الأهلي والأستاذ عماد حلمي المدير المالي والكابتر رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة خلال الفترة الحالية بالتأكيد هيكونوا موجودين في اللقصر خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله وأيضاً معهم كمان الكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية النادي الأهلي الأستاذ زاكمال محسن مدير الحاسب الأهلي الأستاذ زوائل محمدي مدير شؤون العاملين محمد الألفي مدير الخدمات محمد فتحي ممثل الشؤون القانونية والأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات هيتوجهوا ظهر الغد إلى مدينة الأسر بصحبة وفد من شركة استادات القبضة اللي بيترأسه بالتأكيد الأستاذ محمد دا كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وذلك لبد تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية الذي يبدأ بفرع النادي الأهلي في الصعيد بعدما أصبح نادي طيبة بالأسر فرعاً للنادي الأهلي وفرع جديد للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة ليضاف إلى الفروع الأخيرة اللي تم إضافتها في الفترة السابقة في مختلف الأماكن الجغرافية في قطاع القاهرة القبرى طبعاً دا تم في ضوء الشراقة اللي تمت مع شركة استادات خلال الفترة الأخيرة وشركة استادات بتعد واحدة من قبريات الشركات الوطنية اللي بتسهم بشكل كبير جداً في تطوير الرياضة المصرية في العديد من المجالات المختلفة طبعاً الأستاذ عمات حلم المدير المالي كان راجع كافة الأمور المالية المتعلقة بالفرع الجديد والكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي كان يتطمن على الملاعب والصلاة اللي موجودة في نادي طيبة اللي هيكون الفرع الرابع للنادي الأهلي والمهندس سامح علي كامل تفقد المنشآت خلال الفترة الأخيرة وشاف المنشآت المتعلقة بالفرع الرابع للنادي الأهلي أو الفرع الخامس بقى للنادي الأهلي بعد فرع القاهرة الجديدة وأيضاً كمان الكابتن خالد بيبو اتعرف على الملاعب المخصصة لفرع الأكاديمية خلال الفترة القادمة اللي بالتأكيد هتكون إضافة طيبة جداً للنادي الأهلي في هذا المكان وتحديداً في الأقصر طبعاً نتكلم بقى في صعيد دا مصري يعني صعيد دا مصري جزء كبير جداً من مجتمع المجتمع الوطني والنادي الأهلي بقى دور المجتمع والدور المؤسسي في هذا الملف فيكون كويس جداً ومهم جداً وأن يكون موجود في صعيد مصر وفي قلب الصعيد بالتأكيد دا في الأقصر كمان تم بقى الاتفاع على فكرة الاحتياجات اللي محتاجها الفرع في الفترة اللي جاية من موظفين وعمال والأمور القانونية والأمور ملف الخدمات الأمور الاشتراكات كل الأمور دي بالتأكيد تم الاتفاع عليها ومعرفتها خلال الساعات الأخيرة كمان وافد الأهل اللي يسافر الأقصر بكرة إن شاء الله هيتفقت كمان الاحتياجات اللي محتاجها هذا الفرع من ناحية الإنشاءات الخدمات مدارس الألعاب خلال الفترة اللي جاية المهم بشكل نهائي أن الفرع دا طالما ما بيمثل النادي الأهلي ويكون فرع للنادي الأهلي في الصعيد وفي قلب الصعيد كل الإمكانيات إن شاء الله بإذن الله هتكون موجودة عشان تلبي طبوحات العضو والأهلاوي أو الجمهور الأهلاوي اللي موجود في الصعيد اللي هيكون عايز يكون موجود وينضم لفرع النادي الأهلي الخامس إن شاء الله في الأقصر خلال الفترة اللي جاية هذه الجولة التفاقدية عطوات حوالي مدة 72 ساعة ثلاثة أيام في الأسر بعدها العميد محمد دامورجان هيرفع تقرير مفصل هكتب تقرير مفصل لمجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب لدراسة الموقف كاملا وكذلك العمليات الإنشائية اللي ممكن يحتاجها الفرع خلال الفترة اللي جاية لاتخاذ ما يرى مناسبا لتحديد موعد افتتاح الفرع الخامس للنادي الأهلي في الأسر خلال الفترة اللي جاية طبعا شفتوا منزل لحظات توقيع اتفاقية التفاهم والتعاون مع شركة السادات ورؤية الأهلي وحدة اقتصادية حتى عام ٠東西 اللي فيها أربع مشروعات خلال الفترة اللي جاية بالتأكيدة زي المشروعات خدمات ما شروعات خدمية وخدمات استثمارية ومشروعات فيها استثمار مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية الاسئلة والاستفسارات كانت كتيرة قوي خلال الفترة الأخيرة لكن وقت ما بيتم إنجاز أي مشروع من المشروعات الأربعة خلال الفترة الجاية بيتم إعلانها لكل الجماهير ولكل المشاهدين في توقيتها بالتأكيد النادي الأهلي بيتعامل في أي ملف وقت ما بيتم إنجازه وتحضيره بشكل جيد وبدء العمل فيه بيتم إعلان كافة الجماهير في هذا الأمر عشان الكل يبقى عارف الخطوات اللي خدها الأهلي في هذه الملفات بدأنا بملف الفرع الخامس إن شاء الله هيكون في اللوصر خلال الفترة الجاية طبعا الملف القاهرة الجديدة الفترة الجاية فيه توسعة وفيه بنية تحتية يتم الشغل عليها من خلال الهاية الهندسية للقوات المسلحة فبالتالي الشغل والعمل جاري في جميع المنشآت وفي جميع المجالات المتعلقة بالنادي الأهلي إن شاء الله الإستاذ أول ما يكون برضو فيه معلومات جديدة أنا وفيكم بالتفاصيل والجمهورة يكون معنا لحظة بلحظة عشان يعرف الجديد في مشروع النادي الأهلي والوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي حتى رؤية عام الفين خمسة وأربعين وكمان بإذن الله الفترة الجاية إن شاء الله هيكون فيها بالتأكيد حاجات تطمن كل جميع النادي الأهلي لمشروعاته المستقبلية والاستثمارية وجمهور النادي الأهلي دائما بيبقى حارس أو يعرف كل لحظة المشروع الجديد وإيه الخطوة الجديدة مش فكرة صفقات وكورة بس جمهور النادي الأهلي بيعايز تطمن على النادي الأهلي في كل المجالات في كل حاجة لأن طبعا كيان النادي الأهلي بالتأكيد بنسعد لما يكون بين أنتمي ليه وشايفينه رقم واحد في كل حاجة كورة وألعاب أخرى وألعاب جماعية وألعاب فردية وخدمات وإنشاءات ومقر الرئيس وفروع مختلفة بتغطي قطاع القاهرة الكبرى بل بالعكس كمان وصلت أو وصلت إلى الصعيد بقى وقلب الصعيد وأقصى الجنوب إلى مدينة الأخصر وفرعي خامس إن شاء الله هيكون موجود في نادي طيبة خلال الفترة اللي جاي